بسم الله الرحمن الرحيم تحية إبداعية إلى كل المبدعين والمبدعات في عبر ربوع الوطن الحبيب إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاح هذه القبة الأدبية الرائقة والرائعة والمسمات بقبة سيد عبد الرحمن المجدوب لربيع الإبداع هذه القبة اللي بغينا من خلالها يكون واحد للتقاء بين هذه المبدعين والمبدعات يكون واحد البناء دي الصرح التقافي متين عبر إحياء الراكد وهذا وقت كان صنة أدبية كانون زيه ولكن اليوم للأسف ما بقيناش كان نشاهدوه مثل هاد اللقاءات اليوم بفضل هاد القبة وبفضل هاد الفضاء اللي من خلاله كان نتقدوه بشكر الجزيل أستاذ محمد القاضي اللي دائماً ما كي بخلش علينا في هاد الفضاء الجميل والرائع والمليع بالتحف الذي يوقظ في الإنسان الشاعرية طبعاً سوف نستمر في القبة لكن الأسباب هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه على كل إنسانية وعلى كل الناس غد نطربش نقفو اللقاءات دينا الشهرية حتى إشعار آخر إن شاء الله تعالى ونعاود الاتصال إن شاء الله مرة أخرى بالمبدع اللي كي يجيونا من سيدي قسم من القناة التيراء من فاس من سيدي سليمان من مريدر الزرهول وأيضاً من هنا من مدينة مكناس فمن العاصمة الإسماعيلية أبو الثتحية الخالصة إلى كل الذين حضروا وكل الذين تغيبوا بعضرين أو بدونوا عضر دام لكم التألق والإبداع ودومتم رائعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر